موسيقى 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 حبت هيلبي بالكمية اللي احنا كنتناولوها وكما قلتلك كما اذكرناها الاسبوع الماضي يعني الكمية الطريقة باش كنتستحملوها وهي معروف عليها كمونسم رائع يعني وكيعطي واحد مختلفة للشاي للقهوة لدرجة انه كينبع المشروبات في الحلم للخاصيات اللي عندها هي حبات الهيل اذا هنا في الكمية اللي كنتستعملوها يعني ما يكون اي تخوف بالعكس نقدروا نستعملوها كنتستفدو ديك ساعة تحتى بالتأثيرات الخارجية اللي مزيانة فيها واللي منها خاصة على مستوى دي الجهاز الهضمي لانه كما كان عارفوه فهي كتزيد كتعطي هذيك الخاصية اللي كينع ديال تحسين الوضائف ديال الهضمي منهم مثلا واحد مجموعة ديال الإفرازات اللي كتكون متوازنة من اللي كنتناولوه بالإضافة إلا أنها نوعا ما مهدئة خاصة وكذلك لمسألة ربما لما كانت طرقوش عليها بزاف لأنه حتى الشاي حتى هو فيه من المكونات اللي هي مهدئة ما فيه شعر لاتيين ولا شابه الكافيين فبالأكثر فيه كذلك مكونات اللي هي مهدئة نعم، ولو يكون كي ياخد أدوية كتجري الدم ما كانش مشكلة لدكتور رمضاني؟ بالنسبة لي للحالة ديالو الأدوية اللي كتجري الدم كما تكرنا فملكنا هدروا على الأدوية لكتجري الدم يعني بطبيعة الحال هنا الناس غالباً لدينا حويجة اللي كتجري الدم دائماً هدروا إما شي حاجة اللي فيها لسيت ساليسيديك أو لا اللي فيها المادات اللي مروح ببلاسبيرين و الأولى كي ياخدوا بعض المضادات ديال الفيتامين كا مثلاً وبطبيعة الحال أولى كانت أدوية أخرى، خاصة في الحالات التي تكون إيجوية، الحالات التي تتعملها مدة وجهزة. هنا في الحالة للاسيد ساريسيليك أو لاسيد أسيتيل ساريسيليك، لأن لاسيد ساريسيليك، واحد المادة التي تلقوا في طبيعة القوافي، عشاب تلقي القوافي في أشجار، وكي تتم تثبيت ديالها، تقدر لي واحد لاسيتيل، كي تقول للاسيتيل ساريسيليك، وهنا بطبيعة الحال، المضاعفات التي ستكون، ستكون عارفة بشيء أدوية التي تمشي في نفس الشيء أشعب، أو منسيمات، أو تغذية، هوجات التي تمشي في نفس الاتجاه ديالها، مثلا المثال الذي هو معروف هو التوم، مثلا التوم هو معروف عليه كذلك، لأنه استنفلويدي فيو ناتوريل ديال الدم، يعني أنه يجعل الدم تبقى بواحد ليونة بواحد سهولة، كذلك بالنسبة للنوع الثاني، وهو لي موضوع مهم، هو بالنسبة للناس اللي كي تناولوا ليونة فيتاميكا، والمضادة ديالفيتاميكا بالعنواع ديالها كاملين، فهنا بطبيعة الحال هنا كين بعض الأشاب، كين بعض الخضار، كين بعض الحويجات اللي في الطبيعة، من الأحسن أن نحن ما نتناولهم بواحد كمية قليلة، فمثلا من نظر مثلا على القزبور، على المعدنوس، على الكرافس، على الزبناغ، على السبانغ، على الشوب الأنواع ديالهم كاملين، يعني ذلك الخضار اللي في هالوريقات، فهدو كاملين من الأحسن أن نحن ما نتناولوهم مش، بلا ما نساو، وهنا بقى فيها كذلك نقاش، موضوعًا الأنواع، جوشت للحويجات، خاصةً إما كان نعرف أحد الناس الذي يكون واحدًا والإقبال على المادة ديال البومبلوموس، فالمادة ديال البومبلوموس، فهو باقة دابة في مركز ديال واحد الإمكانية ديال التفاعلات الأدوية، مع واحد مجموعة من الأدوية، منهم الأدوية اللي كالتجري الدم، والمجموعة من الأدوية ديال مضادات ديال الضغط الدموي، وكذلك الواحد الاتيزان اللي معروفة عليها انها مودئة اللي فيها الهيوفر يقول اللي هو الميل بيرتوي وهنا بتحلي كذلك احتى هو داخل في واحد المجموحة من التفاعلات مع واحد المجموحة من الادفية يعني هذي عار امثلة عار النصيحة العامة اللي كنوجهها كاملين دائما فاش كنكونوا كنستعملوا احشاب كنستعملوا مناسمات ولكن استعملهم احتى مثلا الواحد الهدف معين فدائما ناخدوا معين الاعتبار للأدوية اللي احنا كنتناولها